الوسواس الخناس اللي بيستخدم مصطلحاتنا الدينية وده مصطلح ديني مش هنتكلم عنه خلص مالوش علاقة بينا وننكلم على الشخصية الوسواسية وننكلم على الوسواس القهري فالوسواس الخناس ده في المفهوم الديني قلنا هنخليها العجب مش هنتكلم فيه يعني أهل الاختصاص يكلمونا فيه وإن كان هو يعني مقاربة دينية لفكرة يعني ممكن تقول الهواجس الشريرة أو الهواجس الوحشة اللي ممكن تجي لك أول حاجات الأفكار السيئة أو النوازع السيئة الشخصية بقى الوسواسية ده شخصية بيميل لأن كل شيء يبقى منظمة محددة وبقواعد وبنظام معين يعني مش أي نظام يعني لو مثلا في 3-4 حاجات ينفع وهو عايز حاجة معينة بشكل معين وده شخص يعني يعني ممكن يبقى عايش عادي جدا ما فيش مشكلة يعني دي من ضمن سمات الشخصية اللي موجودة فينا طبيعي يعني طبيعية وحي طبيعية اللي رحمه أستاذي يهزر يحكي لي يعني قصة مرة بيهزر مع أستاذ لي أستاذه ده كان من وسوس بلوه الشخصية الوسوسية مثلا يحط الإلم بطريقة معينة فأستاذي ده يروح إيه؟ وغيره الألم كده ويكمل كلام فالتاني ما يقدرش رح أدل فهي يعني ده ممكن تبقى وسوسة كده إنها شخصية وسوسية مثلا تلاقيه يرتب دولابه بطريقة معينة يرتب حاجته بطريقة معينة محدش يغير هاله بلحده هاله ممكن يبقى عصبي جدا وبتنرفس جدا إنه هو بيحس إن كده الدنيا تقلبت ده طبيعية دكتور في الحقيقة لو مش عامل خالة وظيفة واجتماعية بطبيعية لو عامل خالة وظيفة واجتماعية بتعالي نتكلم فده إيه الشخصية الوسوسية نيجب بقى لووسوس القهري فالفكرة الوسوسية بالتعريف الطبي هي فكرة غير منطقية ملحة يصحبها قدر من القلق أو عدم الراحة يعني مثلا بتحصل كتير للناس مثلا في ثقافتنا في الوضوء مثلا هو عارف إنه عمل كوع هو عارف إنه عمل كوع متأكد بس مش قادر يقوم الفكرة جات له لا يكون فينا نقطة ما جاش فيها مية فيرجع تاني فرغم إنه عارف إنه توضى وعارف إنه عمل الكوع يروح عيدها تاني طب عادها تاني لا تجيب من الفكرة تاني طب أنا لسه عاملها وأنا خلاص اتأكد يعني بالمنطق هو عارف إنه متأكد بسه مش قادر إن القلق المصاحب للفكرة لا يحتمر فبيضطر يعيد تاني وتالت وراب تيجي بقى في إيه يبقى تفهمنا إن أي فكرة بقى لها الخاصية دي هتبقى فكرة وسواسية بالمصطلح الطبي إنها فكرة يعني مخلفة للمنطق بتاعك أنت عارف إنها غلط وملحة جدا عملة لحي في دماغك وبتقهرك إنك تعمل حاجات معينة عشان تقلل القلق المصاحب لها تعمل إيه بقى إنك تكرر تعيد مثلا يستغفر مثلا بطريقة معينة يعمل عدد معامل التكرارات يعمل شوية تقوص بصورة معينة يعني كل بقى مريض حسن بقى ما بتوصل معي ممكن تبقى فكرة ليه حلقة طبعا بتيجي طبعا إيه دي نقطة ثانية آه الفكرة الوسواسية دي هي برضو مبنية على خلال بيولوجي في المخ فكأن إيه كأن فيه شرس كده طالع في كهرباء في مخك فبدأ الفكرة يجاي كده فإنت لو أنت راجل متدين فجات لك فكرة وسواسية فهي هتجي لك في إيه في الدين فهي جاي لك عشان إنت متدين مش عشان إنت مش متدين هتوضى كتير إنت لو أنت مش متدين ومش في بالك الدين خلص هتجي في حاجات تانية هتجي لك في حاجات تانية فهي دي نقطة بس طبعا بتبقى مجننة بقى اللي عنده شرس قاهري بالذات في الحاجات الدينية طبعا هي ممكن تيجي في زي ما قولنا في النظافة إن مثلا إيه نضيفه طب الأكرة المعقمة اللي مش معقمة طب أنا غسلت إيدي كويس دلوقتي الموضوع ده بنشوفه كتير في الكرونا طب يعني في التعطيب والخيان بس دلوقتي يمكن يستريحه وطلع الناس كلها بقى زي هم ومش القليل لكن لا يتيجي بقى سان إيه طب أنا قفلت باب العربية ولا لا طب طبعا كلنا ممكن نشك فماشي بس هو يرجع يتأكد ويمشي ويرجع يتأكد ويمشي ويرجع يتأكد يعني بقى الموضوع غير منطقي نعم أنا تقرير طبعا هن